واش عارف اهم من الاختراعات اللي صنعها البشر واللي ما عندها تمعنى وعلاش اخترعوها هاد المختارعين مما عندها تمعنى في الحياة واشنو الهدف من الاختراع ديالها وهي ملايق الوالو وعلاش واخه هي اختراعات ملايق الوالو كان عليها اقبال كبير من طرف الناس معلومات عجيبة وغريبة عن اختراعات تقدر تسمعها لأول مرة في حياتك مرحبا بيكون معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك ساميع معاكم سوفيان ساميع اول اختراع غدي نتكلموا عليه هو اختراع رادار غريب وغريب جدا في الحرب العالمية الثانية كانت اي دولة كتحاول انها تختارع شي اختراع اللي غدي خليها تفوق في الحرب وتنجح في الحروب وفي هذه الوقاية مكانوش اختراعات ومكانوش رادارات مثل الرادارات العسكرية اللي مختارها في عصر النار الحالي وكانت هذه الوقاية موجة كبيرة ديال الاختراعات الخاصة بالرادارات اللي كتكشف على الطائرات الحربية ديال الاعداء ومن بين اغرب الرادارات اللي تختارعت في هذه الوقاية هو رادار كبير على هات الشكل هذا والغريب هو انه كان على العسكري اللي مكلف بالرادار انه خاصه النار كامل وهو خاش راسه في جوج قوادس باش كي يسمع واش الطيارة ديال العادو قريبة جاية باش يهجم عليهم اوليلا دوزحيب في سنة 1938 تم اختراع واحد الاختراع اللي هو عجيب من نوعه اللي هو صندوق عليها تشكل هذا واللي كيحطوه في معظم الشوارع الرئيسية والدور ديالهات الصندوق هذا انه ايه لبنت لك شي عافية شعلة في شبلاصة في المدينة كالدخل يدك فيه وتورك على البوتونة للداخل باش تتاصل برجال مطافئ ويجيوا يطفعوا العافية وهنا قدي تقول لي ايا وهذا الاختراع مزيان شنو الغريب اللي فيه واللي ماش بكش فالمشكلة ديال هاد الاختراع هو انه منك تدخل يديك في الصندوق باش ورك على البوتونة كيشدك الصندوق وكيسورتلك علي يدك وما كيطلقكش صندوق نهائيا حتى كيجيوا رجال مطافئ والبوليس وكيجيبوا معاهم الصورة باش كيحلوا عليك والخاطر في الاختراع ان العافية اي لمشت توصلت للصندوق قبل ما يوصلوا البوم بيا والاسعاف فرحمك الله وهنا غدي تطرح سؤال مهم جدا علاش اختار عوب هات الشكل هادا فمن بحثنا نلقينا انهم اختار عوب هات الشكل هادا باش اي واحد سخن عليها راسه وما عنده ما يدار ويجب ان يطلع على البوم بيا غادي تشد ويجي ويطلعوا عليه بزيان دوزحيد اختراع كاسك راديو في اوائل القرن العشرين ناضط واحد شركة في الولايات المتحدة الامريكية ما كان عندما هاد دار قالت اشنو ندير اشنو ندير اجي نختارها كاسك في راديو وسموه في ذلك الوقيتها بطاقية رجل المريخ بمعنى اراك مدرق راسك على الشمس وفي نفس الوقت اراك تسمع الراديو وفي نفس الوقت اراك هزم معك الباتري ديال الراديو في ديك غادي متقل بيه في ممشي ولكن الغريب في هذا الاختراع هذا هو عجب الناس بزاف في ذلك الوقيتها وحقق نسبة مبيعات عالية وعالية بزاف مع ان الراديو كان موجود في ذلك الوقيتها وممكن انك تسمع الراديو في اي بلاسة وهذا الاختراع هذا ديال طاقية الراديو او كاسك الراديو سيكون منه كيف يفكر المختارعين كيف يختارعه اهلات ممكن تسمع بيها الموسيقى والراديو بوحدك وانت غادي في الطريق بحلوة كمان ام بي تروى الى غير ذلك دوزحيد وفي نفس الفترة في اوائل القرن العشرين ناضي واحد المختارع الفرنسي تهوبة كان عنده ميدار قال اجي نختارع بيكالا تمشي فوق من الارض وفي نفس الوقت تمشي فوق من الماء فالشكل ديال بيكالا من اختراعها كان بهذا الشكل هذا الغريب والعجيب كما كتشوفه وهذه كانت اول محاولة واول آلة ديال المواصلات برمائية في التاريخ فهي صراحة كانت فكرة مزيانة ولكن ما كانش عندها فرصة باش تنجح لهم الفكرة هذي ويسوقوها بشكل كبير وتوصل لعدد كبير من الناس لحقاش البيكالا اللي اختراعوها ما قدرت تمشي لا على الارض لفوق من الماء فالعملية فشلعت ولكن فكرة مزيانة ولكن من بعد جاءوا اختراعات مشابهة للاختراع الفرنسي وقدرت انها تنجح عمليا بشكل كبير ولكن ما كانت شي اقبال عليهم من طرف الناس مقارنة مع الاقبال اللي كان واقع للبيكالات الهوائية العادية دوزحيد وفي سنة 1879 سنقع واحد من بين اغرب الاختراعات في تاريخ البشرية اللي هو اختراع غريب ومضحك جدا وسبيد يموت من الموسطاش كبير و كان اسم التصيد كان لديه احدا المشكلة المريولة لهم بفعال الصح اللي هو انه لم يجب ان يأكل الموسطاش ذي veutده كان يأكل معه فالموسطاش ذي قال لي بالماكلة الق HAVE MUTSTACH كبير كل احده يشرب القهوة يشرب الموسطاش معها القهوة يشرب الحلب ولموسطاش فيه بالحليب اللي ما قصها بفمه قيصه وكياخد حقه فهنا قدي تقول لي الحل دياله سهل هو خاصه انه ينقص شوية من الموستاج دياله باش يولي يأكل على خاطره فغادي نقول لك انا في كلمشكيل دياله تسيد هذا هو انه اعزيز عليه الموستاج دياله بزاف وما كيحملش انقص منه ولا يقيسه ولا يحسنه فهنا جاتوا فكرة خاطيرة جدا تخليه انه يختارع شي حاجة اللي عمر شو واحد في تاريخ البشرية ما سمقه انه يختارعها فاختارع التقشيرة ديال الجلد للموستاج دياله فيها جوج خيوطة كيربطهم على ودنيه وكما كتشوفوا كان فيه مك يبغي يأكل كيهز بيع الموستاج دياله باش معمرش لي بالماكلة وباش مياكوش معاه نص ديال الماكلة وكان سمى هذا الاختراع هذا بموستاج كورت طاقيوا لي يا صاحب الموستاجات وقلوا ليهم رلقين لكم الحل دوز حيد وفي سنة 1900 والسين اختارعوا في بريطانيا واحد الاختراع اللي غريب حتى هو من نوعه وما غديش نبعده بزاف على عالم المستاجات فاختارعوا واحد الماكينة كبيرة بزاف للحلاقة الجماعية كتهز كتر من خمسة ديال الناس واللي الدور ديالها انها ممكن تحسن الخمسة ولسة ديال الناس في دقة واحدة وصراحة اختراع زوين عوض ما الحلاقي يبقي يحسن لكل واحد بوحده وكل واحد يبقي تسنى في النوبة دياله الحلاق كيشري هاد الماكينة هادي وكيحسن لخمسة الناس في دقة واحدة وهكا الناس والحلاقة غاديين نربحوا الوقس ولكن المشكل ديال هاد الاختراع هو ما كيشتش العبار ديال الوجه ديال كل واحد لان هاد الماكينة هادي مصيبة على عبار واحد وانت وظهرك تقدر تحسن لك الموستاج وتخلي لك اللحية وتقدر تطير لك النص ديال الموستاج واللحية دوز حيد في سنة 1929 في ميليكان كانت واحدة منطقة معروفة عندهم في صناعة الخشب والعود وكان العود عندهم غير مشتت وغير محطوط ومع الدم يديروا به فواحد من الساكينة ديال هاد المنطقة هادي قال اشنون دير اشنون دير العود غير مشتت ويقول لهم مجيوا الاخوان انصيبوا مايوهات ديال العومان خاصة بالعود قالوا لي كيفاش قلوا مايوهات ولكن غيكونوا ديال العود ايها سيدي كما سمعتي مايوهات ديال العود فالسكان ديال المنطقة اخذوا عليك داقله وناضوا بدوك يصيبوا مايوهات خاصة بالعود وديال العود والخبر انتعشف ميليكان كاملة ودربهم ومع ذلك الاختراع فشل ومالقاش اقبل كبير من عند الناس وخأنهم داروا هذا الاختراع هذا وداروا له دعاية كبيرة وكبيرة بزاف ومع ذلك منجحش دوزحيد وفي سنة 1930 اختاروا بيكالا عائلية ولكن الشكل ديالها غريب جدا فكما كتشوفوا الاب اللي غادي سوق هات البيكالا هاتي خاصه يطلع الفوق ويبيضالي وولده يبيضالي معاه ولكن التحت ملور وبنته قدام ومكلفا لهم بفران ومراته غادة معاهم وفي نفس الوقت كتخيط وما كتضيعش الوقت اشنو بل لكم فضل الاختراع يا هاد الناس المزوجين دوزحيد وفي الخمسينات تختار واحد الاختراع اللي ما عنده تمعنا نهائيا اللي هو امريكان اختاره رابو الخدمة دياله هو في الميصوني لك التليفون ديال الدار كي هز سماع ديال التليفون باش تنمت تجوب فهو غير كي هز تليفون ما كي يجوب موابه فتخيلوا معايا انت اي لك تي خارج من الدار وصونا التليفون وهو رابو كي هز تليفون فهذا المتاصل كي سحبك انك كتسمع ومبغيتيش جوب وفاش غدي عود التعاصل بكتر من مرة غي سحبك انك تستطع له لحقاش رابو في الميصوني كي هز تليفون فهذا رابو خلق مشاكل كثيرة الناس اللي يستعملوه في هذه الفترة هذه حتى دس واحد المدة عاد الناس فهموا انه رابو ولي كي هز تليفون فهذا رابو في هذه الوقتها كان هو البواد فوقال ديال هذ وقت هذه دوزحيد وانتوما اشنو الاختراع اللي بلكم في هذ عصرنا الحالي ما عنده فائدة ومصالح الوالو بحال هذه الاختراعات اللي شفنا خليوا ان الاراة ديالكم في التعليقات بهذا كنوصل معاكم خيزام حصة اليوم من هاشتاك ساميع ايه اللي عجبكم هذه المحتوى هذا شجعونا اكتر بعدد دياللي لايك واكتر عدد دياللي باختاش واكتر عدد دياللي طاك باش نوصل اكبر عدد ممكن من الناس وتعم الفائدة والجديد ديالنا دائما غتلقوا على القناة ديالنا على موقع يوتيوب حاولوا تدخلوا تكتشفوها هذه تحيات سوفيان ساميع السلام عليكم اشتركوا في القناة